دايما سلسلة الهوتمن انفينيكس حقيقية بتقدم مواصفات كويسة باسعار ممتازة وبسعر منافس يخليك تقدر تشتريه يعني اكتر من المنافسين كمان فخلينا النهاردة نشوف هاتف من السلسلة الجديدة بتاعة الهوتمن انفينيكس احابة بس ارحب بيكم ايا اهلا بيكم مشاهدين ويا متابعين قناة مو بي سي احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف انفينيكس هوتا 40 اي هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف المميزات العيوب السعر وكمان المقارنة اللي بتكون في نهاية الفيديو ولكن ضروري تدعمني بلايك واشتراك بيفرق معايا جدا ويلا بينا نبتدي الفيديو في مو بي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه كل ده في الفيديو واحد وكالعادة نشوف التصميم اللي مكرر اللي انفينيكس باد بتكرره في الفترة الاخيرة اللي هو واخت شكل الايفون كده يعني هو كويس عموما ودي ازواء يعني ممكن يعجب ناس وناس لأ خمات الهاتف بتيجي من البلاستيك وخلونا نشوف الشاشة والشاشة هنا حجمها 6.56% بوصة بجودة HD بلس وبدقة 1612 في 720 بيكسل مع معدل كسافة بيكسلات 269 بيكسل لكل انش والشاشة نوعها IPS LCD ومعدل تحديث 90 هرتز والسطوع بتاع الشاشة 480 نتز الشاشة على فقت الهاتف فهي كويسة يعني شاشة 90 هرتز في السعر ده فهي من افضل الشاشات في السعر ده كل الشاشات تقريبا في السعر ده او معظمهم بيقدم شاشة بنفس المواصفات فالشاشة هنا تاخد منها اداء وتجربة كويسين نتكلم عن الاداء بتاع الموبايل او المعالج المعالج هنا هو يونسك تي 606 اللي بييجي بدقة تصنيع 12 نانو والمعالج ده اهل من معالج ميداتيك هيلو جي 85 بفرق صغير برضو المعالج هنا اعتبر كويس يعني هقدم لك اداء كويس في استخدام يومي تصفح العب خفيفة وهشغل العب زي بوب جي ولكن مش هتكون احسن تجربة انك بتشير هاتف رخيص واقتصادي فالمعالج هنا بالنسبة لفات الهاتف يعتبر كويس ومناسب الجهاز بيجي بنسختين الاولى 128 جيجا مع 4 جيجا رام والتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام والهاتف هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص بالنسبة لكاميرات الهاتف فالهاتف هنا بيجي باتنين كاميرا خلفية الاولى 50 ميجا بيكسل ودي الكاميرا الاساسية والكاميرا التانية 8 من 10 ميجا بيكسل ودي العمل العزل والكاميرا الخلفية بتصور بيها فيديوهات جودتها فول اتش دي 30 فريم في السنية وكاميرا الهاتف الهاتف الامامية بتيجي 32 ميجا بيكسل وبرضو بتصور فيديوهات جودتها فول اتش دي 30 فريم في السنية بطارية الهاتف هنا جاء بحجم 5000 ميلا امبير بطارية كويسة وهتاخد منها اداء كويس بالاضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 18 واط الهاتف هيجي من العلبة باندرويد 13 وهي بيدعم من افسي وهي بيدعم منفذ السماعات ومنفذ الشحن بيجي من نوع طايب سي سماعات الجهاز لا تدعم الستيريو وده يعتبر طبيعي الوان الجهاز هم الاسود والازرق والدهبي والاخدر والجهاز بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم ممكن تكتب على جوجل موب بي سي بالاضافة لإسم الموبايل اللي انت عايزه وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة وقبل ما خشنا على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب بالنسبة لمميزات الهاتف فالشاشة كويسة مع 90 هرتز على فئة الهاتف برضو المعالج يعتبر كويس البطارية هتاخد منها اداء كويس بالنسبة لسعر الهاتف بالنسبة لعيوب الموبايل يعني هو مش عيب قوي ولكن كنا نتمنى لو كان الشحن السريع اسرع من كده شوية ما اعتبرش عيب بنسبة كبيرة خلونا دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة عن الهاتف نعرف سعر الهاتف بس خد بالك ان كل الاسعار اللي هتتقال دلوقتي اسعار احنا متوقعينها لان انفينيكس لسه ما اعلنتش عن سعر الهاتف احنا بنتوقع ان الهاتف يتم اطلاقه في الخارج بسعر 125 دولار السعر المتوقع في مصر 5300 جنيه السعر المتوقع في السعودية 500 ريال طيب كده كويس قوي لكن مثلا لو انا مش عاجبني الهاتف ده ايه المنافس بتاعه عندنا هاتف ريالمي سي واحد وخمسين الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف انفينيكس هوت اربعين اي هنخش على مقارنة بين الجهازين ولكن قبل المقارنة احب اقولك ان احنا في القناة هنا عملنا مراجعة لهاتف ريالمي سي واحد وخمسين لو انت حابب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي اول حاجة هنقارن المعالجات وهنا معالج انفينيكس هو يونيسيك تي 606 ومعالج ريالمي هو يونيسيك تي 612 وهنا معالج ريالمي بيتفوق بفرق مش كبير الاتنين جنين بنفس الشاشة ويباس LCD جودتها HD بلس ومعدل تهديس 90 هرتز وهنا الاتنين زي بعض برضو الاتنين ببطارية 5000 ميلا امبير وهنا الاتنين زي بعض امفينيكس بيدعم الشحن السريع 18 واط وريالمي بيدعم الشحن السريع 33 واط وهنا ريالمي تتفوق طيب تعالوا بعد الوقتي نشوف الفرق ما بين الجهازين في الاسعار مع العلم ان سعر امفينيكس ده سعر متعقع انما سعر ريالمي ده ضمان دولي ايه ضمان الدولي يعني زي ما قلت دايما في كزا مرة ان ده ناس مدخلها بتبيعه في المحلات لكنه ما نزلش عن طريق الوكيل الرسمي سعر امفينيكس المتعقع نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام 5300 جنيه سعر ريالمي ضمان دولي في مصر نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام 5400 جنيه من خلال الموقع مو بي سي هتقدر تشوف موصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارب بين الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم كل اللي عليك هتكتم مو بي سي في جوجل وتخش الدور على انت محتاجه وفي نهاية الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات وكمان مستنى قراءك في هاتف انفينيكس وتاربعين اي اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة اشتركوا في القناة